السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الثلاثة و 31 تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم موجود في برج الجوزة ورح يظل في برج الجوزة لغاية الساعة 9 و 29 دقيقة من مساء يوم الأربعة لينتقل القمر بعديها لبرج السرطان القمر الآن موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9 و 46 دقيقة من مساء اليوم الثلاثة لينتقل القمر بعديها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء القمر الآن موجود في برج الجوزة زي ما حكينا عشان هيك اليوم بنشعر بالنشاط والرغبة بالانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات بتتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد خلال هذا اليوم وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يجب أيضا أخذ دور أو دورات جديدة أو دور في تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي رياضي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس هاي الزاوية بدأت تأثيراتها يوم 27 عشرة ورح تستمر لغاية يوم 4 أحداش طبعا احنا ذكرناها في حلقة 27 عشرة وهي زاوية إيجابية اليوم ذروتها ساعة 12 وخمسين دقيقها بعد الظهر بتتهيأ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول أكبر كما بتكون شعبيتنا في تصاعد تجلبنا نوع من أنواع السعادة الغير منتظرة وإمكانية خلق علاقات جديدة تبنى على المحبة العفوية كما أنها بتشجعنا على الحب من أول نظرة أما بالنسبة لها دوليا بميل طبعا بتدل على ميل الناس أكثر للتحرر والتعبير عن عواطفهم أكثر وبتشهد هذه الفترة زيادة في الرحلات الجوية لحضور الحفلات والسهرات الفنية كما بيزيد عدد المؤسسات الفنية الخاصة بالإنتاج والتوزيع والأعمال الفنية اللي بتحقق نجاح في هذه الفترة هي الأعمال التجددية والإبداعية والأنماط الجديدة والعصرية من الموسيقى اللي بتستخدم تقنيات متقدمة أكثر من الأعمال التقليدية والكلاسيكية بعض الإنتاجات الفنية بتحقق نجاح غير متوقع وبيظهر للساحة الفنية نجوم جدد ولكن سرعان ما بتتراجع شهرتهم المؤسسات المالية والبنكية بتعرف ارتفاع مفاجئ في المدخيل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائي والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل بالنسبة لهذا اليوم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية ولكن دون الأعضاء اللي ذكرناها بالنسبة لهذا اليوم هو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجوزة معناة خلو المسار القادم بيبدأ الساعة 12 و 36 دقيقة من ظهر يوم الأربعة ويبيستمر لغاية الساعة 9 و 29 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش لا يستقر القمر بعدها لا في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 17 يوم في تمام الساعة 4 و 38 دقيقة بعد العصر بصير 18 يوم نسبة الإضاءة بتصير 89% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيدة بنسبة 15% القمر في الجوزاء حتى يوم 1-11 منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 10% أما في ساعة المساء منتحس بنسبة 40% عطارد في العقرب حتى يوم 10-11 منتحس بنسبة 75% الزهرة في العذرة حتى يوم 8-11 سعيد بنسبة 15% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثورة بيتراجح حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 15% وزحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات وبإمكانكم تفوضوا بثقة وجراءة حاولوا الدفاع عن مواقفكم عن قضيتكم ولكن بدون عصبية وبدون كلام مش مفهوم للغير أو الكلام اللاذع ممكن ترتاح بسبب كثافة الأعمال ولكن شوي بدك تنظم أعمالك بشكل جيد حاول أنك تباكر لعملك وما تعرض نفسك للإرهاق تتميز اليوم بالنشاط العالي ممكن تسمع جواب بيعجبك أهم شيء أنك بات بالغ بمصاريفك برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا اليوم بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم وفي فرص لبعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي ولكن بتكوا تتجنبوا النفقات بتهتموا الأوضاع مالية وبتخضوا تجربة مهمة بتمتحن موقعكم وخبراتكم أهم شيء أنه ما تجازفوا بأموالكم أو باستقرار وضعكم المالي اتريثوا حتى تتوضح الأمور لا تبالغوا بمصاريفكم ويحذروا من المنافقين ورتبوا وضعكم المالي بشكل جيد برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا أنت اليوم عندكم القدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بما أن القمر صار موجود عندكم فبتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات أهم إيش إنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة موقعك أو إنجاز الكثير اليوم حتى اليوم أنت ملفت للانتباه للجنس الآخر بشكل كبير على المستوى العاطفي برضو يوم جيد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم القمر موجود في بيت متاعبكم فعشان هيك بنال التعب منكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا كثير لغذاكم وراحتكم طبعا القمر هنا ما بشير لركود بشير لتأخير في سير الأمور حذروا من التراجع الصحي والمعنوي استريحوا بعيد عن الأضواء لا تختلقوا أعذار للهروب من المسئوليات والمهمات حاولوا أنك تعملوا بشكل روتيني وما بتبدأوا بعمل جديد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء وتعتبر هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحد الأشخاص يعني فترة اجتماعية قوية جدا أهمش أنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الواجبات والنشاطات تستعيد حماستك وحيويتك ابتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك اليوم بمناسبة أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء الأصدقاء بالنسبة لموليد برج العذرة حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وحاولوا أن تقدموا أفضل ما لديكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ ما بتهدأ اليوم حركتكم ولكن حاولوا أنكم ما تهددوا سمعتكم بالخطر لأن القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك ممكن شوي تقلق بشاء لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وإذا كنت أنت جاهز لهذا الموضوع وكنت حذر وعقلاني وبدكون أسهل وأقل إرباك إذا ركزت بشكل جيد برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد هاي فترة ناشطة بالاتصالات والحوارات والنقاشات والتعامل مع الأجانب وممكن تتلقى خبر من الخارج أو من خارج البلاد أو من جهة غريبة حاول تسهيل أموركم ممكن تهتموا بثقافة مختلفة الأمر اللي بي شجعك على الانضمام لنادي أو جمعية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وما تسمح لأي شخص بأنه يشكك بقدراتكم لا تكونوا جارحين بالكلام بل فاوضوا بهدوء ودبلوماسية كونوا حارصين على حقوقكم تتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المناسبة لتبرر من خلالها أخطائك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة ويعتبر هذا اليوم بيحمل يعني فترة هي بنعتبرها فترة صعبة ابتدقل خلالها الهموم والمسؤوليات لأنه قمر موجود مقابلك تماما فحاول أنك ما تنفعل وحاول على الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم وحاضروا من التراجع الصحي وما تسمحوا لواجباتكم لا بالتزامن ولا بالتراكم ركزوا على الأعمال وانجزوها بالكامل عشان ما تضطروا تعملوا وقت إضافي كونوا أكثر تنظيما أحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي وحاولوا أنك تأخذوا قصد من الراحة وإهدأوا وكونوا عند حسن الظن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم اليوم لا عاطفيا ولا ماليا بتكثر التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا بتصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن اليوم يظهر لك لقاء طهر مع أحد الأخوة أو أحد الأحبة أهم شيء أنك تقدم المساعدة والدعم اللازم يا لألك يا لأحد المقربين فترى ناجحة ومطمئنة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنهمكوا بيمور إلا هصلها بالبيت والعائلة أهم شيء أنه ما تتهربوا من المسئولية وإن كثرت نظموا وقتكم بشكل جيد عشان تتفادوا أي تقصير وما تبخلوا على العائلة بالعطف والنصائح كما أنها هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء